السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في سلسلة ساتي سكايلين طبعاً آخر مره بدينا بالسياحة وخار شي عندنا نقاط سياحة لكن سياحة مش بما فيه الكفاية في ناس عندي في المدينة على فكرة شيبانة في ناس أظنوا ما تقدر تمشي لا يمشون هنا هاي نقاط الوقوف أيوان تحسبهم شيباني يا ساتر يا ابن العيد صح؟ شويت المنطقة هذي طبعاً شوي سويت لي شوارع دائرية وحطيت بوسط كل منطقة باركن وباركنات مع أصحاب الأولوية احتاجت الخاص أصحاب الهممهم والسيارات الكهربائية وحطينا جدار حديقة الحيوانات نعم هذا معناها هاي المنطقة راح تكون مكسمة بين تجارة وحديقة الحيوانات فقط فبالتالي هذا المكان راح يكون عبارة عن شو؟ هني شركات نزيل خلنا تفاهم أنا حطيت الدواوير شمون بس دواره في الوسط خط يعني مش أكثر ولا أقل هني بحطي دكاكين أوكي وهني بحطي شركات وبيوت شركات وبيوت أقولكم هني بنحطي بيوت وهاي طبعاً كلها أماكن عادية جداً 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 يعني ولا وحدة فيهم فيها يعني مثلاً بس الفرق هاللي تشوفون عبارة عن حديقة الحيوانات اللي أنا سويت الهزون قردي حطيت إنها حديقة فبنحطي هني بوابة رئيسية للناس اللي تنزل من عنده منه القطار على فكرة القطار قمي بسبعمية خمسمية إلى سبعمية يرتفع العدد شوي بس اللي ما قاع يرتفع عندي العدد الجامعة بشكل فعلي شوي يرتفع زيادة نزيل عديقة الحيوانات طبعاً بنحطي لغيت كبير مش صغير خليلغيت أوكي شكراً عزيزي يستغل المساحة كامل وبنرجع اللي هو الشبك ما لا خلنا نشوف بلاقي لحل ما عليكم هذا عقب بتفاهم خلوني أرجع هذا شوي ورا هذا المبنى شوي ورا عساس أن يكون حيادي الناس على طول قم تستعمل هذا الباركن يعني يعني ما بتكلم لكن خبركم خلا نحطي عاجز هذا ما قاعد يلبسني صبر ما مشكلة بسوي تي كسرت اتوي صح يا الله طريقة هاي تلك تول خلا هذا ما الكهرباء كان صح ما بقى اكسره والله كل شوي ما بقى قاعد اكسره صراحة بس بس محتاي اني امد خط من هني لين هني وهذا شوي امد لحدود الحديقة هني مو مشكلة هذا شوي بالرجعة ورا لتساوي الخطوط يعني كل هالباركنات مش عيبة انهم بس قاموا يباركنوا على فكره والباصات داخل وحطيت ممر مشاهني وشوي حطيت حاجز حديقة المدينة هني مع شوي شجار عسب يفصلها عن البيوت اللي موجودة ورا بس هذي يمكن ينكسر لوجود حديقة الحيوانات يمكن ما ينكسر ونشوف كيف نزيل الحين اللي بنسوي بنسوي مسر الحديقة لان الحديقة هاي نوعا ما راح يكون فيها حجم طيب حجم جدا طيب فلنا ناخذ مدخل من هني نسوي بالطريقة هاي نسوي هذا بعكس الدواوير عكس الدواوير ما بيعطي الطباعة الحلو الصراحة نزيل خلنا نحطي ممشي عيل طريقة هاي ونحطي لنا نقطة خروج مكان بعدين طريقة هذي خلنا اخذ الموف التول ونعدله شوية نعدله نزيل الحين براهم بنكسرهم بعض نباني معليكم سمول زومين جيت خلنا نكسر هذا سايد جيت نبا سايد جيت وانا اسف انا اسف لكن كسرتكم الحين بنمد هذا عند خط طويل بالطريقة هاي طبعا هاي كلهم برجعهم شوية ورا وي ورا لان المداخل والمخارج راح تختلف اماكنهم يعني هذا عندي مدخل الحين كلهم حديقة وحدة ولكن في مخرج ثاني من هني وهني بيكون شوفوا سمول من جيت ورادي سوري عفوا سايد جيت سمول سمول وعندنا هني راح يكون بعد سايد جيت وهني راح يكون سايد جيت والسايد جيت الاخير راح يكون من هنا في مجموعة كبيرة من البوابات اوكي صح اشوفهم على فكرة اللي ما فيهم ماي بسويهم الحين عارف يحد بيقوله في الكومنت او ما عندهم ماي اوكي مو مشكلة صبر شوي من اللهم على الصابري خلنا نشوف مد هذا اهني الحين نحن سوينا مثل ما تقولون تحديد لمنطقة الحديقة منطقة الحديقة يعني في اشياء كبيرة جدا ترا في الحديقة الحيوانات في اشياء صغيرة بس الفكرة ان المكان كامل صار عبارة عن شو عن حديقة حيوانات طبعا نتكلم عن مكان نفس اين تحت هذا حديقة حيوانات كاملا مكان نفس هذا قلت لكم هذي يمكن ينكسرون شوي تبيوت بس ما بكسرهم صراحة نزيل وبنسوي اهني ممشى اه بنعدل الصبر شوي 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 بنعدل بنسوي ممشى اهني ممشى الاخير اهني هذا بنرجع شوي وراه وبنسوي ممشى اخير يكون على هذا الطريق ممكن يكون في خدمة ولا شي ولا دكان نزيل شوفوا هذا المكان ابدا ما يكفي حديقة الحيوانات الحديقة الحيوانات مبنيها مش صغيرة ابدا بس مثلا الشغلات الاستاندار نحن متفقين عليها مش الكافي ولا السوفنير شوب الرستروم يوم تدخل حديقة لازم يكون عند بعض المداخل على الاقل موجود شو الرستروم الناس بتي بتيلس وها محتاجين بيتراحة الاخره 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 يفوا واحد اهني صغير يركب ونبا سوفنير شوب جدامه في اماكن معينة يعني خل الناس تستانس شوية اشوف اهني مكان ممتاز اهني لا ما بحطي اهني ممكن احطي سبنير شوب بحطي كافي بعض الاماكن مثلا اهني كافي كافي في اخر شيء تحت الجسر تقريبا وكافي في هذا الاتجاه بعد مش غلط ابدا شوفو فصار عنه بس شوية لازق في المبنى بس اوكي مانا بنقول انه متعدي عليه شوية الحين بنبدأ في العنوان الاساسي اللي هي ان احنا محتاجين حديقة الحيوانات تلفل صح فنحن عشان نتلفل محتاجين هنا نحطي بالذات الصغر مباني في حديقة الحيوان لانه في مباني جدا كبير نفسها اللي شفتوه تول حين هذا مبنى صراحة مش مش محتاج شارع نزيل بنحطي لنا مبنى بالطريقة هاي وبنمد منه شارع حديقة الحيوانات بالطريقة هذه على امل اني اقدر احطي فيها بلازة اقدر احطي فيه الاصغر اه دخيرك كمان 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 نزيل اذا سال فتي بايب شارع من هنا لين هنا وحاول اسوي لمكان غصب نايس هاي الزاوية في الحديقة ما فيها رحمة رسناها من البداية نزيل خلنا بس نعبي رمل هني احسا استوي نفس الشكل اوكي استوي شكله احسن هذا معناه صار عندنا هني مجموعة اكتبتيس طبعا الحديقة هني راح يمكن تستمد اشكال حاليا اكثر وايد من كمية الزائرين راح تتعدل شوي مع الوقت شوفوا لان اكثر النشاطات هني ممكن نحطي خط يديد لزائرين على فكرة ايون ماشي يدخلون يشوفون شو السالفة نزيل الشي الثاني خلنا تشوف الاسعار مو مشكلة التكلفته شوي بتكون عايدة تشوف اسوال فلينت لفل بنواجه شوي تكاليف بنحطي هني فلازة وبنحاول نسوي مجموعة طوط بعادة شوي عن بعض شكله زين المسافة شكله جيد الصراحة ونحطي شوي انارات على طول الطريق هني في انارات محتاج انارات الى في المكان على طول الطفول واخر يعني وراها شوي مساحة ننزل الشير هاذا عنه منね صح هذا ولا غير اين انت يا شجرة مشكلة ما بحصل نفس النوع هذا تقريبا نفس النوع هذا هذا بيمد على دوانب هالأماكن بالطريقة هاي بنحطي شوي شير الناس نسوي له مزعاجة نحن ترى بالحديقة على فكرة يعني نزيل نسوي شوي اشجار هني ونستحطي اشجار هني بالطريقة هاي نسوي تعزل الحديقة عن الشارع العام نوفر الراحة نوفر صوت نوفر شوي امور يعني على الناس اللي تي الحديقة ايوه بالطريقة هاي تسوي شكلها حديقة اكثر اهني يبقى انا شي صراحة ابقى اعبي الفراغ هذا لانا اذا بنشتغل عليه شوي شوي حبة حبة بيكو فنان بيرد هاوس مستحيل بلازة بلازة اللي بيركب بلازة تعالي بلازة نذر بلازة على الطريق عندنا هالرمر صح الرمل اصفر عندنا لا هذا رمر ما عندي خلونا غير رمر وكان هذا اساسا بكبرى الى هذا الرمر نشلة من هنا وخليه شوي طالع بغير تنظيم لان هنا بس هذا نظمة من هنا من الشارع عادي يكون ترى حبة طالع من هنا شوف ايوه لانا منتد من البلازة بس هنا بنشله البلازة شوي يبدو جزء من هذا اكثر شوفوا المكان كيلساتو هذا بيكون جبار شوي 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 هنا يمكن في الوسط اسوي شي للحين مش متأكد بس حاليا عساس ما ازيد تكلفة المدينة ولا تكلفة الحديقة بشكل جبار يمكن استغني عن بعض امور الحين المشكلة لحديقة الحمادة قلت لكم تحتاج اشياء كبيرة هنا كلا بيكون على اغلب يلساتو هاي الامور ما بيكون في اشياء ثانية ولكن ليش ما اوصل لكم انتو عندي بروسوسينج عندي كل شي بس الويست بروسوسينج بلانت عندي فل 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 للغاية وانتو كلكم زي الفل انتزين هاي المباني صغيرة قاعد تبني قاعد يسكنوا فيها ناس وقت انحطي محطة بساط محطة بساط نقاط حق الباصات وان انت يا باص تعال اول شي نقاط الباص العادي واحد اثنين ثلاث يطلعون برعيون وين نصف المدينة هني وين ما في حد نقدر نقوم ولهن ما في حد يقدرون يوقفون نصب الثاني محلات تجارية يقدرون ينزلون عند المول من هني يرجعون نزلون عند الجامعة يقدر ننزلها من وراء الجامعة نقطة زيادة هني شارع غير مستخدم ويد وعلى اغلب راح يكون في خطة هناك يرجع يدخل من الشارع للعام ويرجع يسوي لهم دروب فنزل الحين الباص السياحي الباص السياحي راح يوقف الأماكن المعاكسة نقطة هني لبلت الحديقة نزيل فكرة في زحمة عليها نقطة هني نقطة هني ويرجع مرة ثانية لمنو خلا نشوف وين عند المول يقدر يوقف نقدر بوقفة هذا اللي تجاه هني خلا نشوف خلا هو يي من هني إذا وكفة هني بيكون أسهل له نرجع وكفة الباص السياحي هني عند الحديقة ونرجع مرة ثانية وين هني شوفوا هذا بعد بيي من تحت هذا الباص بيي من هذه الفتحة الباص السياحي بيي من هذه الفتحة اوكي يعني نحن الآن في خرم في وضع جيد اللي في الوسطي بتشوف أفكار حق الدوابير كبيرة انت تقولولي بس مدينة من فوق كيف شكلها قاعد تتعبى بشكل جميل يعني هاي اللي بيعيشون شوي ازعاج عند القطار لكن التصور بيكون عادي يعني شوي شوي بنعبيها شي نفس هاي المنطقة كيف الحين قاعد نعبيها شوي شوي راح تعبى فهيكون شكلها من فوق حلوي هاي تتعبى بس مش مجرد عماير وبناء عماير وبناء عماير شوي اشكال بخصوص العماير السكنية بجرب احطي كم عمارة هني وبشوف الوضع كيف ينبنون اذا عيبني الوضع بكمل نفس الشي على الباقين بيكون كل عماير السكنية على الغرب ترا فاذا عيبني الوضع الداخلي اللي هني اوكي بس ابا الناس تطلع شوفي خطوط مشاهنين في خطوط مشاهنين في خطوط مشاهنين بس ما اظن يحتاج في مين وفي سار ما بتاع ابا عمري بس بالنسبة البوابات هل بنقصهم ما اعرف والله قام يدخل فايدة وردي خلنا نرفع فوق الولي الناس يستعملونهم للتنقل بيكون زين بس مبدئيا كشاكل الخارجي زين بس الحين خلنا نشوف باقي الاشيات وصل لهم الشرطة لا وصل لهم كل المطافي لا وصل لهم الخدمات الطبية كلها لا وصل لهم الخدمات سماتوريوم لا وممكن نستعمل الجزء الوسط لهالشي ننزين الحين شي ثاني ناكصني بسوي هني هني قلنا شي باركنات بغير الباركن بغير بنمد شارع ثاني ممكن اسوي بالطريقة هاي هي هني اقول حق هذي النقطة افسح الطريق خير النقطة افسح الطريق افسح الطريق وهذا يفسح الطريق وهذا يفسح الطريق فيستويها شارع رئيسي وهذا شارع رئيسي داخلي ننزين في شي ثاني في الخدمات الطبية عندنا اسمه الدركير ولو تهتم في الشيبان والاطفال هذا سونة براية هذا هليكوبتر لا نايد الرياضي لا البول لا نيرسينج هوم لا نيرسينج بيسيك يوغا جاردن وعندنا المختبر الطبي وعندنا المراقبة وعندنا المستشفى العام وعندنا باقي الاثنين اللي هي الالدركير عشون كبير اظنني مفروض تكون ايوه والاهتمام بالاطفال اول شي بنحطيه اهتمام بالاطفال وهال مكان شكله جيد حقيقة ان شكله مكان جيد الشارع الحالي زين نحطيه هني طبعا ما بيكون موصول في الباقي فش بنسوي عنا الشبك مال الحديقة هاي حلو حق هاي السوال فصراحة زين فبنحطيه لشوي شبك طريقة هاي اللي مكان هني فاضي طريقة هاي بعدين تعرفون انتو اللعبة صبر وبنمده بالطريقة هذي بكسر هذا اللي هني صبر خل نكسر اللي هني مركز اهتمام اطفال هذا شي مهم بما انه اهتم في الاطفال لازم يكون مكان حلو يعني كيف تهتمون في اطفال مكان مش كيوت اي مكان يهتم في الاطفال لازم المكان يكون شو صراحة كيوت في كياتا في في عنصر الجمالية انزين هلا نحطي هذي اللي هني هذي اللي هني هني بهذا الحدود المبنى اللي هني نسحب الشارع اللي هني ويصير عندنا مدخل جميل حق مكان الاطفال بما انه مكان اطفال عنا عذر نستعمل اه اه امور الحديقة اه لا دخل نعدل الفرشة ولا اقول البرش ما قاع يطلع لازم شارع يعني لا تزعلني ابرش ما لتي اوقات المودات تزعل منكم فم مشكلة منزين هذي طلعت منزين نسير على الحديقة اغين ونحطي كرسي كرسيين ثلاثة تشيمة لنثرهم شوية بس يكفي بنحطي عند الكرسي اه فود كارت بنحطي هني لانه تتعامل مع اطفال يعني صراحة بحب اني عيب لهم فود كارت وسوالف بنحطي لهم كش بنحطي لهم محلات المتنافسة عند بعض بنحطي لهم هني على الممر شوي ورد هذا اهتمام اكسترا اكسترا بس للاطفال طبعا يستحقون العناية بنسكر هذي المنطقة وبني عند الشجر يا الله هاي سماعة لما اترت تقتلني منزين وبنحطي شير طول الدرب شوفوا للدخول هذا كله يعني باسم الاطفال لكن اللي بيستعمل اي حد ساكن هنا المتأكد يعني هذا الشي لا مفر منه منزين نرجع للحديقة ونشوف شو نقدر نحطي للاطفال مشكلة نقدر نحطي اشياء بس لازم اشل واحد من عربات الاكل بشله لا استوى مكانة ناوي ستوف لا لازم اغير مكانة مو مشكلة اللي نسوي شي نسوي الطريقة هاي ايوه شوفوا مكاني يلسى نحطي فيها شيرة وحدة وردية في الوسط على الزوايا اي مزروعات زراعة انا في شي ما حسب تحسابه ما وين بيمشون فلازم اشي الوحدة من ولا ثنتين من الورود يقدرون يمشون الحين لداخل عادي يقعدون يعني انا اول مو بيقدروا يمشون نزين والحين عندنا مكان نفس كام بكتي صغير حلو حق اطفال هذا فنان شوفوا نزين وصار عندنا مكان الاطوال شي شي بسيط ويخدم عدد من الاطوال يعني يسوي لهم نرسل الاخر اي نفس حظانة ولا غير وانتو سايرين نزين على الحين الجزء الثاني النفس الشي بس تشكيل الشارع راح يتغير تشكيل الشارع راح يكون بالطريقة هذا وصلناه في الشارع هناك فهذا ما وصله في الشارع هنا بنحطي الشارع انه ما يزعج الناس يعني يعطيهم الطريق واللي هي عندنا الالدركير ان شاء الله يركب ايوه شوفوا الالدركير يعني يركب بالضبط فما في يعني وشكل اصران حلو كبير فما في يعني ويد مجال نسوي اشياء بس شو بسوي اقدر اقدر احطي بعد حقهم مجال حقهم هم الشيبان في حديقة العائلة كبار السن دايما نحن لازم نحترمهم على عيننا وعلى راسنا نزين الحين خلنا نحطي مثلا هذي بتكون تابعة للالدركير الطريقة هذي وهذي نمدة للشبك هنا وهذا نقدر نحرك معنى نقدر نمسيحة الحمدلله هنا قاهرنا يشيف الموب وايذ نزين الالدركير نقدر نحطي لهم لعبة وحدة بس ما الشيطرنج ايه والله حلوة والله انها صراحتن جميلة نزين ما سوي الشارع شوي ترابي مع الشارع الرئيسي شارع ترابي اهني بس بس حق كبار العمر الله يحفظ لك مشيبانكم يا رب واخسوي شارع الكبار العمر كله بنفس اللون حول مع الحشيش احساس يبين انه جزء من شو من المكان لان في نهاية اليوم نحن نتعامل مع نوعا ماكا ديزاين شوفوا حنستوى كلها نفس جزء من الموضوع نفسه عنا نفس الشير فشو بنسوي بنشل الفرشاة بنصغرها بنحطي هذه لا مش هاي بنحطي هاليشي راح حولهم لانه نفس اللي وراها ما للشارع شوفوا وهذا لا الكبار العمر صار عندنا مكان مخصص لهم وهذا بيخدمنا في المدينة صحيا ترى يعني بس بنفس الوقت عاي يعطي اناقة للمكان انزين هذا المكان بعد لازم اغير الاترابي صراحة بس الاصفر ما حسه جميل بس احلى الاطفال لا احلى الاطفال بيكون مكان جميل صراحة خلل ممشى كله مركز اطفال يعني نقدر نخلي جزء من شو من التصميم لا ما اخرب بالباركن اوكي شوي او تو سيفي اللي عاوز الواحد نخلي بالطريقة هذي المكان كله بالاصفر طبعا الشارع راح يستوي ترابي مش اصفر بس هذا الجزء من الشارع بسبب الحديقة يعني يمكن في ناس الضيق تقول اه شو عندهم هايل وليش مخربين الشارع لكن مشكلتهم بطل الاطفال جزء كبير وهم استقبل فلازم نحتم فيهم يا اصدقائي واذا نسوي نعطي لهم الحين بشكل عام قام يستوي طابع شوي شوي للمكان طابع يعني يعطي طابع اناقل اهتمام في الناس الحدائق الباركنات اللي حول العماير يعطي يعطي طابع جميل جدا جدا لكن الشيء اللي هني بمكن اسوي ابحطي شجر حزام اشجار من الحزام هذا راح يعطي مش بس شكل الواقع يحطون الاشجار بعد على الهايويز واحدة من اسباب زراعتهم ان تمنع التراب من دفن الطريق في الطريق الرملي يصبح طريق نوعا ما امن هذا واحد من اهداف حزام الاشجار اللي تشوفون على الشوارع الدولية والعامة ان يحمي الناس اللي تمشي نعم يا استخدائي المكان مخصص لحمايتكم الحين اجزء اللي قلت لكم بسوي الباقي راح يستوي عبارة عن شو خلا نشوف المماشي طبعا لازم نسوي يحبب هاشكل ان شاء الله في الوسط وما يكسر لش ما قدر ادق عليه اندو بعد الله يسامحك لا تكسر الشي ارمالي هذا الدرب حق منه حق السياكل لانه السياكل صراحتا نحن ظالمينهم موايد بخصوص الممرات فنشوي لهم ممر دائري في المكان الى عند الأطفال هني بس توى عند السياكل المكانهو أصلا أخضر السياكل يقدرون يطوفون حتى هني ترى على فكرة ويقدرون يأخذون لفة في وسط حزام الأشجار هذا مكان رياضي يعني مش بس مكان صحي الحين صار مكان صحي والمستشفى في ويها وكل حاج في ويهاوس وعند مكان أطفال وهلا السياكل يقدرون يستنسون في المكان هذا الشيء الثاني بنحطي بعد لفة أصغر من هني لينهني جنب هذي بس ما بتكمل لفة كاملة نصف لفة في خط اللي هي حق الناس اللي تبوا تمشي بعد لازم نسوي يعني حساب حق الرياضة بس الرياضة راح يكون كيف الطريقة هذي جنب آه طبعا في ممر مشاعر لمن السياكل ولهذا راح يستعملون على فكرة خلينا بينهم تقريبا فراغ خلنا نسوي بالطريقة هذي طبعا شو نسوي نلزقه في الشارع على أساس الناس تقدر تستعمله ما بنسويهم أمية بالأمية جنب بعض مزين بس شو بنعدل الشكل شوية بعساس ما يدعمون الناس والسياكل بان نحطي شي ما بينهم آه نوع من أنواع الحواجز السمنتية أحس مبالغة هذا وايد فيه ممكن نحطي نوع من الشيرة الصغر البوش الزهيل بعد الحلوات بس شوي بانا يبانا نلزقهم بس عشرة منس عشرة وايد آه بسوي خمسة لا خمسة بعد شوية ثلاثة ثنين أيوة ثنين فنحطي هذا عنده ما للسياكل أحساس ما للسياكل فرضا ما يطلعون وين عند أهل يمشون ويزعجونهم ويداعمون يشتو يزعل بينهم ويضربون يطلبون الشرطة ما فينا فسوينا نفس الحاجز اللي بينهم بس طبعا انتجاه واحد ما يكفي في العادة لازم يكون من ناحيتين إلا نكبر الحاجز بالطريقة هذي وصار ما بينهم حاجز زميل شوفوا آه والله حلو الحاجز مش سيء يعني بعد يعطينا لفة أنه في لفة طيبة حق في حد يستعمله وين هم هالسياكل وين هم أين أنتم عقوله وين واحد عنده سيكل في المدينة الله حصلناها حظا 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 خلنا نشوف المكان والله فنان يا جماعة الخير والله فنان بس وين سار أنا بواحد داخل الحديقة ختشوف الحديقة بس المدينة بكبرها حلوة على فكرة يعني خلنا نشوف عندنا واحد ثاني راكب سيكل هني بيأخذ درب طويل دين أنتم يا أصحاب السياكل عقوله الناس ما تحب تيب السيكل هني في المدينة خلنا جوي لهم مدخل إضافي في 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 حد بسيكل هني ترى الناس تمشي هاي ترى المنطقة مش محطوطة بباركة في في فرق بس كلي ما بحصل حدي سيكل لازم تريه شوي فترة قبل الناس تبدأ تستعمل المكان فراحة لا أظني أسوي فيها مخارج هذا وين بيسير مين بيسير أبو أحد يدخل إذا حد دخل هني بمسكه شوفه ولا يطويل محدة بيروحه آه آه أنا واحد دعونا نشوف المكان أيوة هذا هو الكلام شوفوا يا جماعة الخير شوفوا شوفوا الله 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 الحديقة آه هذا داعس من سير مخالفة تعال نقدر نمسكه نطلع نعم لا نقدر نمسكه شت هو ريس ريس أيوة الحين قام يستويه ناس يعني تدخل المكان شو الله جميل يعني المكان ترا ما يستوي الأول كنت أسوي مدن ما كنت سوري بدك اسكيب عليه بس ما كنت أهتم للشغلات الصغيرة هاي بس هالشغلات صغيرة ترا تسوي فرق الصراحة الناس تستمتع بيومها تحسون تحسون مكان أصلا بكبرى ممتع هنا نوعا ما فاضية بس ما أبا آه ما بقى حطيش اسمه عدائق صراحة فشو بسوي بيبشير عاليا هذي الشير اللي قاعد نستعملها كالمكان لا هاي شعفون نفصل بينهم وبين منو وي ما يعتبر فصل فصل لكن سويها أشجار مزروعة يعني عادي يبين أنهم شوفوا إذا ما بقى هم مزروعة بطلع الفرشاة بس أنا الحين ما تفرق وياي بس هاي لأن ما تفرق وياي لأن هذا المكان يعني ما نميد يعني أنا عندنا إنسان مثل ما تقول لازار عندنا إنسان إنسان ما يقدر يصنع الشجر لكن يزرع ف بالتالي يستوي شكل المكان كيف شوفوا أيوة 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 حين ناس تعيش هنا أيوة نعم صراحة هاي لكن قبل شوي صعب ما عدا ذلك ترى ما كنا محلوة بس تعرفون شو العماير خلينا مسك العماير سوي العماير تحتها عمارة ليش في عندهم حدايا خوايدة فمن الأنظف للشكل العام أن يكون تحت العماير اسمنت العماير لا نسوها العماير اللي في الوسط بس وهالعماير العماير لنا عسب الالدركير والاهتمام بالشيبان بحك كبار السن حطينا هني وهالعماير لنا حطينا جنبها هاي مشكلة في البرش في زوايا صغيرة ما أقدر عبيها بسهولة لكن نقدر نمشي لحاله فبالطريقة هاي استويت المنطقة بوائد أجمل يا السلام يعني في ناس ودها تتمشي هني الصراحة هذا هو الكلام هذا هو الكلام سوينا هذا سوينا حديقة حيوانات مبدئية شو شو أخبار عدي أخب ما إن شاء الله عليها تيب فايدة بعد نايس وكل ما يزيد لبلها بأتيب فايدة أكتر أفكرة الباركنات هاي مش عمل إياه محاق هاي استعملها تقريبا صراحة إلا إذا ما في حد يقدر يبركن أصلا صح هالشوارع مفروض أيوه بيستعملونهم إذا حطينا ممر مشاء ظني بس ما في زحمة أصلا ما في الكفاية على أساس شو نستعملهم كهي الأمور بس المكان بشكل عام الحين جميل يعني كنهم هاي عايشين في كومباوند ولا شيء وهاي الكلة تجارة وصناعة وفيه ناس ساكنة هني بس هذي المكان لنه عود بحطي من الداخل عماير السكنية عند المشاريع هذي وهني بحطي خدمات يعني هني ما عندي مثلا الطافي اللي عندي ما يكفي العيادات اللي عندي ما تكفي مركز الشرطة ما يوفي حق الناس اللي ساكنة فخلنا نشوف خربوا شيء ما خربوا شيء لمكان كل اسمنتي بس اللي محتاجين شوي المطول نعدل نجدم هذا أشوية جدام وهذا نعدل أشوي نجدم أشوي جدام وهذا نعدل أشوي بعد نجدمه وهذا بعد أشوي المي للعيادة الله سنترل عيادة سنترل كل شيء سنترل ويغطون كل شيء يعني سميتوريوم كل شيء عندهم خدمات كاملة هني صراحتا الأخبار العمايرة الصغيرة هاي يعني أوكي هذا شوي تصميم تعبان بس بس أوكي 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 لا أوكي مش سيئ العمايرة صغيرة في الوساطة العمايرة الكبيرة برع الناس بتشتغل هني بتروح إذا يابعون جامعة ترى يقدرون يدخلون جامعة جامعة عندهم بس عندنا نقص شوي في المدارس على تصوري لأن المدارس اللي عندي ما توفي الناس يعني المدارس شوفوا اللي يجبه 1900 وشيء وعندي أقل وايد هاي أقل 3000 كيف يعني مفروض أني أحطي مدارس أكثر على أساس اللي يتخرجون أكثر على أساس اللي يروحون للجامعة أكثر بس الحين هذا تخيلوا كله عند القطار هاي كلهم عند القطار كم؟ 900 شخص في محطة القطار يا سلام المهم في هذا نحنا نختم حلقتنا وصار عندنا المنطقة اليديدة اللي قاعد نشتغل عليها شوي بالتفاصيل أكثر يعني ما شاء الله أنا بالنسبة لي يعني قاعد يستوي تصميم حلو هني بفكر في أشياء حق المكان صراحة بس هني عقب بعبي شوي شيار بعبي شوي مماشي هالأمور شوي شوي مع الوقت راح نعبي حسب الاحتياج عندما أطلع فائدة أكيد منهتم فيها أكثر نشوفكم إن شاء الله في حلقة خادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى